بيبدأ الفيلم بنت كفيفة اسمها إلا وهي بتحكي قصة حياتها المؤلمة وبتقول إن أهلها كانوا عاوزين يتخلوا عنها ويبعتوها لدار رعاية لأنهم ما كانوش قادرين يهتموا بيها بسبب إن هي كفيفة وفقد حاسة السمع ولكن شخص واحد بس هو اللي كان مؤمن بيها وعلمها كل حاجة لحد ما قدرت تواجه العالم وتعيش حياتها زي أي بنت طبعية وبتقول إلا إن الشخص ده هو أستاذ هماهر وأستاذ هماهر مختفي بقاله عشر سنين ومحدش يعرف مكانه صغيرة سيلين وبيتفاجأوا إن ماهر قعد في الجنينة بتاعتهم ولكنه بيكون فاقد الزاكرة ومش فاكر أي حاجة خالص فابتاخدوا هلدا والدة إلا للمستشفى وبيقول لها الدكتور إن هو عنده مرض الزهايمر ومستحيل يفتكر أي حاجة فبتعترض هلدا على كلامه وبتقولوا إن ماهر علمها إن مفيش حاجة اسمها مستحيل وبتعرفوا إن زاكرة هترجع له مرة تانية لما يقعد مع إلا لأن هو بيحبها جدا وبيعتبرها زي بنته بالزبط وبنرجع بالزمن لسنة 1952 وبتكون إلا لسه طفلة عندها سنتين وبييجي الدكتور وبيعمل لها اختبارات سمع وبصر ولما بيخلص بيخرج يتكلم مع والدها رفيق على انفراض وبعد شوية بيرجع رفيقه وبيقول لمراته هلدا إن إلا كفيفة وفقد حسة السمع وللأسف ده هيأثر على نطقها كمان ومش هتقدر تتكلم لما تكبر فبتنهار هلدا وبتكون مش مستوعبة إن بنتها فقدت ثلاث حواس وهي لسه صغيرة كده وبتكون مش عارفة هتتعامل معها إزاي لما تكبر وبعد مرور ثمان سنين بتكبر إلا وبيكون أهلها مش عارفين يتعاملوا معها خالص لأنها مش بتسمع ومش بتشوف وفي يوم بتعد جنب الصفرة عشان تروح للمطبخ وفجأة بتوقع الشمع على الصفرة وبتعمل حريقة في البيت من غير ما تقصد فبيتفزع رفيقه وبيطف الحريقة بسرعة وبعدها بيتكلم مع هلدا على انفراض وبيقول لها إنهم لازم يودوا إلا ده الرعاية لأنها كل يوم بتعمل كوارث في البيت وهم مش عارفين يهتموا بيها ولا يعلموها الصح من الغلط فبتنصدم هلدا من كلامه وبتقوله إن المستحيل تتخلى عن بنتها مهما حصل وأثناء ما كانوا بيتكلموا وبتوقع إلا أختها الصغير رسلين على الأرض وبتكون مش شايفاها وكمان مش سمعاها فبيتعصب رفيقه وبيضربها وبيقول لها إن هو هيبعثها تاني يوم لده الرعاية علشان يهتموا بحالتها فبتدفع عنها هلدا وبتقوله إن هي ما كانتش تقصد لأن هي مشافتهاش ولكن الكلام بتاعها بيكون بلا جدوى وبالليل بتحول هلدا تقنعه ويرجع عن قراره وبتقترح عليه كلم مدرس متخصص للحالات اللي زي إلا علشان يعلمها فبيوافع رفيقه وبيقول لها إن ما فيش حد يقدر يساعد إلا لأن هي فقدة ثلاث حواس والتعامل معها صعب جدا ولكن بيعرفها إن المدرس اللي هيجيبه ده لو ما قدرش يساعدها هيضطر ينقلها لده الرعاية علشان يهتموا بها هم بنروح بعد كده للأستاذ ماهر وبيكون قاعد لوحده في البيت وبنعرف إنه مدرس متخصص للمكفوفين واحد من أكبر المدرسين في تركيا لأنه عبقاري وقدر يخترق طرق كتير للتواصل مع المكفوفين يعلم بنتهم كل حاجة وبتعرفوا إن البنت دي فقد السمع والبصر وباباها عاوزين إلها لضر رعاية فبيتصدم ماهر وبيقول لها إن أخته كبيرة كانت بتعاني من نفس الموضوع ولكنها ماتت في ضر رعاية بسبب الإهمال علشان كده بيقرر يعلم إلا قبل ما تواجه نفس مصير أخته اللي ماتت وتاني يوم بيروح ماهر لبيت إلا وبيلاقيها مستخبية تحت السرير فبيحاول يتكلم معها وبيخليها تلمس وشه علشان تعرف إنه هو الأستاذ بتاعها وأثناء ما كان بيحاول يتكلم معها بيلاحظ إن فيه جرس متعلق في رقابتها فبيشرح له رفيق إنه هو علق الجرس ده في رقابتها عشان يعرف مكانها لأنها بتستخبى كتير فبيتضيق هنا ماهر وبيقوله إن دي طريقة معاملة الحيوانات وإن ده هيأثر سلبي على إلا وهيخليها تتصرف بطريقة واقحة وبعد شوية بيعودوا يتغدوا على الصفرة وبيتفاجئ ماهر إن إلا بتاكلوا الرز بإيديها من غير معلقة وأهلها بيكونوا مش معترضين على تصرفها ده فبيمنعها هو تاكلوا الرز بالطريقة دي ولما بيديها رفضة تسمع كلامه بيرميها على الأرض وبيتعامل معها بعنف شوية فبيعترض رفيق على طريقته وبيقوله إن دي مش طريقة كويسة عشان يعمل بها بنته المعاقة فبيقضعوا ماهر وبيحذروا مايقولش الكلمة دي تماما لإن إلا بنت طبعية وهي مش معاقة أبدا ولكن كل اللي هي محتاجة إن حد يهتم بيها ويعرفها الصح من الغلط وبعد ما بيخلص كلامه بيأمر يخرج من الأوضة هو أمرته هلدا علشان يعلم بنتهم إزاي تاكل وتحسن التصرف وفعلا بيخرجوا من الأوضة ولكن بيكونوا مش مقتنعين بطريقته دي خصوصا الرفيق لإنه هو شايف إن بنته مستحيل تكون طبعية وبيبدأ ماهر يعلم إلا إزاي تاكل بالمعاقة ولكن بتكون رفضة طريقته وبتضربه بالألم فبيتعصب عليها وبيروش عليها موية لحد ما بيجبرها تسمع كلامه وبيحاول يأكلها بالمعاقة بكل هدوء ولما بتشوف هلدا اللي بيحصل بتكون فرحانة وبتكون مش مصدقة إن هي أخيرا هتبدأ تتصرف زي الأطفال الطبيعيين فبتروح قدتها عشان تحكي الرفيق اللي حصل ولكن بتتفاجئ إن هو عاوز يطرد ماهر لإنه هو مش مقتنع بطريقته في تعليم إلا فبيروح يتكلم معاه وبيطلب منه يمشي من البيت بحجة إن هو مش عاوز يعلم بنته لإنه هو فقد الأمل فيها فبيرفض ماهر إن هو يمشي هو بيتهمه إن هو مش بيحب بنته إلا وإن هو عاوز يبعاتها لدار رعاية ويسيبها لوحدها هناك فبيقوله رفيق إن دار الرعاية متخصصين في رعاية الحالات اللي زي إلا وده أفضل حال ليها وكمان بيبلغوا إن هو مسافر وهيرجع بعد عشرين يوم ومش عاوز يشوفه في البيت لما يرجع وأول ما بيسافر رفيق بتتفاجئ هلدا إن الخدم بيشيله كل الأغراض اللي في قضة إلا وخلوا القضة بتاعتها فاضية خالص فبتعرف منهم إن مهر هو اللي أمرهم بكده فبتروح تتكلم معاه وبتطلب منه يمشي من البيت حالا علشان جوزها لو عارف إن هو لسه موجود هيتخانق معها وهيزعق لها فبيقولها إن هو مصمم يعلم إلا لإن رفيق لو بعثها لدار الرعاية هتموت في خلال سنة مش أكتر لإن دار الرعاية بتتبع أسلوب الضرب والتعذيب مع الأطفال وبما إن إلا فقد السمع والبصر مش هتقدر تستحمل الطريقة دي أبدا فبتوافق هلدا وبتقرر تخليه يعلم إلا وبتعرفه إن هي هتمشيه قبل ما جوزها يرجع من السفر بيوم واحد وبالليل بتديله إلا علشان يعلمها وبيطلب منها ماهر ما تدخلش الأوضة دي لمدة 20 يوم علشان هيعلم إلا معنى الكلمات وهيخليها تشغل عقلها وأثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض بتخبط إلا في صندوق خشب وبتحاول هلدا إن هي تساعدها ولكن ماهر هنا بيرفض وبيطردها من الأوضة علشان عاوز إلا تعتمد على نفسها وتقوم من غير ما حد يساعدها ومع الوقت بيبدأ يعلمها الكلمات وبيخليها تمسك الحمام عشان تعرف الطيور وبيلعب معها كمان بالكورة وفي خلال فترة سيارة بتستنتج إلا إن هو ده الأستاذ بتاعها وكل الحاجات اللي هو عمال يعملها معها دي هي عملية التعلم وبيبدأ يدخلق بينهم نوع من أنواع التواصل وبعد مرور 19 يوم بتروح هلدا تتكلم معاه وبتسأله عن مستوى بنتها فبيقول لها إن إلا لسه متعلمتش لغة الإشارة وفي حاجات كتير محتاجة تتعلمها فبتدقي هلدا لإن هي مش حاسة إن في تطور في مستواها وبتقول له إن جزها رفيق جاي بكرة ولازم يمشي هو الصبح بدري قبل ما يشوفه ولكن فجأة هنا بتشوف إلا وهي بتاكل بالمعلقة لوحدها وبتكون فرحانة جدا عشان بنتها بتتحسن والتاني يوم بيحاول ماهر يعلمها معاني الكلمات بلغة الإشارة الجسدية وبيزعق لها علشان مش مهتمة بكلامه فبتقطعه هلدا وبتطلب منه يمشي قبل ما جوزها ييجي ولكن للأسف بيكون رفيق وصل وبيأمره يمشي فورا فبيروح ماهر يجهز شنطته علشان يمشي وبالصدفة بيشوف إلا وهي بتتصرف بها مجيئة زي الأول وبتاكل الرز بإيديها تاني فبيتعصب عليها وبياخدها للحديقة بتاعة البيت وبيرميها في النفورة وهو بيكون عارف إن هي بتخاف من الميا وبيقعد جنبها وهو متضايق وبيكون حاسس إن هو مش هيقدر يعلمها أي حاجة وبيبدأ يحس هو بالفشل ولكن فجأة بيشوفها وهي بتضحك وبيكتشف إن هي قدرت تتعرف على الميا وكمان بيتفاجأ إن هي قدرت تخرج من النفورة وعرفت تميز الورد من راحته فبيفرح ماهر وبينادع لأهلها علشان يشوفوها وبيعلمها قدامهم إزاي تميز الأشخاص من خلال لمس ووشهم فبتقدر إلا تتعرف على بابها وما متها الأول مرة وبيكونوا مبسطين بدا جدا ومش مصدقين إن هي عرفتهم فهنا الاتنين بيوافقوا إن ماهر يكون الأستاذ بتاعها ويبدأ يعلمها كل حاجة وفي سنة 1973 بيكون في حفلة فيت إلا بمناسبة نجاحها في السنوية بعد ما قدر ماهر يعلمها كل حاجة ويكون جنبها وفي الحفلة دي بيقعد ماهر مع صديقه بدري عامية كلية الأدب وبيطلب منه يقبل إلا في الجامعة عنده علشان مش عاوز يدخلها جامعة للمكفوفين لأنهم مش بيعلموا الطلبة حاجة مفيدة غير الصناعات البسيطة زي الخيطة والتطريز ولما بيخلص كلامه بيجيب إلا علشان تتعرف على بدري هو بيعرفها أنه هو عامية كلية الأدب اللي نفسها تتعلم فيها فبيرحب بها بدري وبيحدد معها معاد علشان تعمل مقابلة مع لجنة الجامعة ويحددوا إذا كانوا هيقبلوها في الجامعة ولا لا وفعلا بتروح إلا المقابلة مع أستاذ هماهر وبتطلب منه اللجنة يقوم ويخلي سندس السكرتيرا بتاعته هي للترجم وبيبدأوا يتكلموا مع إلا وبيسألوها مجموعة أسئلة وبتكون كلها عبارة عن معلومات عامة ولما بترجم لهم سندس بيتفاجأوا أن إلا بتجاوب صح وكمان بتكون بيتجاوب بطريقة نموزاجية جدا فبيسألها بدري اللي عاوزة تتعلم مع أن هي عارفة أن ده شيء صعب بالنسبة لها جدا لأن هي كفيفة فبتقولوا أن هي عاوزة تعيش حياتها بشكل طبيعي وتحس أن لها حلم تقدر تتمسك بيه وتحارب عشانه وبتعرفوا أن العلم هو الوسيلة الوحيدة اللي هتخلي أهلها فخورين بيها بعد ما كانوا عاوزين يرموها في ضرعية زمان فبينبهر بدري بكلامها وبيوافق هو واللجنة على انضمامها للجمع وبترجع إلا للبيت وبتحكي لأهلها اللي حصل وبيكونوا كلهم مبسوطين معادة أختها الصغيرة سلين لأنها بتغير منها شوية علشان أهلها مهتمين بإلا جدا وما بتكونش مدركة إن ده بسبب مرضها وبعد شوية بيجي مهر وبيديها عوكاز هدية بمناسبة دخولها للجمع وبينصحها إن هي تتمسك بحلمها وتفتكر دايما إن مفيش حاجة اسمها مستحيل وبيعرفها إن الجمع بتاعتها موجودة في مدينة تانية علشان كده أجر شقة يعودوا فيها هم الاتنين لأن هو هيكون معاها في الجمع وهيسعيدها في ترجمة كل المحاضرات لحد ما تتخرج وتاني اليوم بيرح معها للجمع فعلا وبيحاول يوصف لها الطريق للمضرد علشان بعد كده تمشي لوحدها وتعتمد على نفسها ولكن إلا بتمشي في طريق غلط وبيضطر مهر ياخدها وبيدخلوا المحاضرة وبيفضل قاعد جنبها وبيترجم لها كل حاجة الدكتور بيشرحها ومع الوقت بتبدأ إلا تتعرف على صحاب لها في الجمع وبتحاول تعلمهم لغة الإشارة عشان يفهموها وبتكون سعيدة جدا وحاسة إن هي إنسانة طبعية عشان بتختلف بالناس وبتحاول توصل لهم مشاعرها ولما بيقرب معادة الامتحانات بيفضل مهر جنبها وبيشرح لها كل المواد وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض في وقت فراغهم وبعد أسبوع بتظهر النتيجة وبتسقط إلا في كل الامتحانات لأنها بتكتب ببطئ جدا على الألة الكاتبة وبالتالي ما بتقدرش تحل الامتحان كله في الوقت المحدد للامتحان فبيتصل مهر على والدتها هيلدن وبيقول لها إن إلا مش هتستسلم وإنها برضو هتكمل في الجامعة لحد ما تتخرج فبتتقبل هيلدن الموضوع وبتقول إن هي واسقة في كلامه لأن بسبب قدرت إلا توصل للجامعة أصلا وهو اللي علمها إن ما فيش حاجة يسمعه مستحيل وفي يوم بيستدعي بدري عميد الكلية وبيقول له إن ترجم الكتب الدراسية بتاعت إلا وخلها مكتوبة بطريق برايل المكفوفين علشان يساعدها في المذاكرة فبيشكره ماهر على مساعدته الإلا وهنا بتظهر عليه أعراض الزهايمر بشكل بسيط وبيكون نسي مكان للباب اللي هو دخل منه ولما بيرجع البيت بيحاول يساعد إلا ويعلمها طريق برايل للإراية ولكن بيتفاجئ إن هي بدأت تحس بمشاعر ناحيته لأنه هو الشخص الوحيد اللي قريب منها وبيساعدها فبيتصد المهر وبيكون مش مستوى بالموضوع لأنه هو بيعتبرها زي بنته وبعد تفكير بيفهم إن هي في سن البلوغ ومش فاهمة لسه حقيقة مشاعرها وبمرور الوقت اتسقط إلا أكتر من خمس مرات بالسبب إن هي بتكتب ببطء برضو على الأذى الكتبة فبتفقد الأمل وبتروح تحضر شنطتها علشان ترجع البيت وبتكرر ما تكملش تعليم فبينفع المهر وبيقولها إن هي لازم تواجه فشالها وتصمم على النجاح مهما كانت تمن ولما بيلاقيها رفض كلام وبيضربها بالألم وبيقولها إن هو خيف عليها وعاوزها تحقق حلمها وإنها لازم تكمل وتتخرج من الجمعة فبتتعصب هنا وبتكتب على الألة الكتبة إن هي كفيفة ومش شايفة حاجة غير الضلمة وبتفضل تكتب بسرعة جدا على الألة الكتبة لدرجة إن هي بتكتب ستين كلمة في أقل من دقيقة فبيفرح هنا ماهر عشان هي قدرت أخيرا تكتب بسرعة وبيقول لها إن هو هي كفاهة ويجيب لها آيس كريم وفعلا بيروح يجيب لها الآيس كريم وبيخليها تقعد تستنى لحد ما يجي لها ولكن للأسف بيظهر الزهايمر هنا تاني وبينسى كل حاجة وبيمشي من المكان وبيسيب إلا لوحدها ولما بتلاحز إلا أن هو تأخر عليها بتمشي تدور عليه في الشارع لحد ما اتغبطها عربية والحصن الحظ مش بيحصل لها حاجة وبعد شوية بيروح بدري لبيت ماهر وبيرجع له إلا وبيلاحز إن حالته الصحية سيئة وإن هو ناسي إن هو ساب إلا أصلا في الشارع فبيفهم هنا إن هو مريض زهايمر لأن هو كبر في السن وبيقترح عليه يروح لدكتور في أسرع وقت ممكن وتاني يوم بترجع إلا لبيت باباها عشان تحتفل بخطوبة أختها ثلين وبتعرفها والدتها إن عائلة خطيب أختها جايين يتغدوا معاهم علشان عاوزين يتعرفوا عليهم كلهم فبترفض إلا تتغدى معاهم علشان هي بتكون خايفة إن هي تتسبب في المشكلة والخطوبة بتاعت أختها تبوز فبتترجعها سيليم إن هي تنزل تتغدى معاهم علشان ده يوم مهم في حياتها وعاوزها تكون معاها وبعدها بتتجمع الآلتين مع بعض وبيكون مهر أعجم بإلا علشان يترجم لها كل حاجة ويعرفها إلا بيحصل وفجأة هنا بتقول لهم سيليم إن هي عاوزة تعترف بحاجة مهمة لآلتها قبل ما تتجاوز فبتقول إن هي كانت بتغير من أختها إلا لإن أهلها كانوا بيحتموا بيها لوحدها وبتعترف إن هي كانت بتستغل إن إلا مش بتقدر تشوف وبتفضل تداي فيها على طول لدرجة إن هي كانت بتشير الميا من قضتها بالليلة عشان تسيبها عطشانة ولما بيترجم مهر كل الكلام ده إلا بتنصدم من كلام أختها وبتقرر إن هي ترجع قضتها عشان ما تعملش مشاكل ولكن مهر بيكبرها إن هي تقعد وبيقرأ لهم خطاب كانت إلا كتبالي سيليم عشان تفرحها وبتقول في الخطاب ده إن طول عمرها كانت عايشة مكتائبة ومش بتشوف غير الضلمة وبس واليوم الوحيد اللي فرحت فيه لما شالت أختها سيليم وهي لسه طفلة وساعتها حاست إن هي مش وحيدة وإنها بتشوف العالم من خلال عيون أختها فبتتأثر هنا سيليم بكلام أختها وبتكون مش مستوعبة إن أختها بتحبها للدرجة دي وبعد مرور شهر بتتجوز سيليم وبتكون إلا فرحانة جدا بيها وبتتمنى لها حياة سعيدة وفي يوم بتقعد مع ماهر وبتكلمه بسلوب الإشارة وبتقوله إن هي بتحبه وعاوزة تتجوزه فبيتدائم إن كلامها ده وبيسيبها وبيمشي وبتكون دي آخر مرة شافت فيها ماهر قبل ما يختفي لمدة عشر سنين وبنرجع بعدها للوقت الحالي وبنشوف ماهر هو في دار الرعاية عشان عنده زهايمر وفاقد الزاكرة وفجأة بيتخاني مع الأطباء والممردين عشان عاوز يخرج ولكن الأطباء بيرفضه وبيرطه في السرير وبيسيبه لواحده فبتيجي إلا علشان تتمن عليه وبمجرد ما بتدخل للقوضة وبتلمس الحزام بتفهم إن ماهر مربوط في السرير وبتفضل تزعق بصوت عالي وبتقطع الحزام علشان تساعد أستاذها ماهر اللي قضى عمره كله في سبيل إن هو يساعدها ويخليها إنسانة طبيعية وبعد فترة بتروح حفلة التخرج بتاعتها وبتطلع على المسرح عشان تقول خطاب لكل الموجودين بلغة الإشارة وبتخلي والدتها الترجم لهم الكلام فبتقول لهم إن هي عاشت عمرها كله كفيفة وما تعرفش أي حاجة عن الحياة ولكن أستاذها ماهر كان مؤمن بيها جدا وفضل جنبها سنين كتير جدا عشان يشوفها إنسانة نجحة وبتعرفهم إن هي رفضت تلبس زي التخرج لإن هي حزينة عشان ماهر مش موجود معاها ومش هيقدر يشاركها فرحتها وكان لازم يكون هو أول واحد يشوفها وهي لابسة زي التخرج وتاني يوم بتروح إلا الماهر وهي لابسة زي بتاع التخرج وبتكون وقفة قدامه وبتعيط لأن هي بتكون حاسة بالعجز وكان نفسها يفرح بتخرجها وأول ما بيشوفها ماهر بيبدأ يفتكر ذكراته معاها وبيقول لها إن هو فرحان جدا بيها وعاوز يحتفل معاها وفي النهاية بتقول إلا إن ماهر كان ليه الفضل في كل حاجة في حياتها وإن هو مش مجرد أستاذ علمها الإراءة والكتابة ده أستاذ علمها معنى الحياة وخلها تؤمن بإن مافيش حاجة اسمها مستحيل وبيخلص الفيلم ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو وما تنساش تعمل فوله للصفحة عبد العاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية ويلا سلام